اشتركوا في القناة القائل في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات وتتنوع فيها الطاعات ومن أعظم هذه المواسم العشر الأول من ذي الحجة فهي أيام مباركة فاضلة عالية القدر والمنزلة ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه الكريم تنويها بشأنها وتعظيما لمكانتها حيث يقول الحق سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هي ليال العشر الأول من ذي الحجة ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ومن أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة الإكثار من الصيام فيها وآكدوا هذه الأيام صياما يوم عرفة لغير الحاج فقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية ومن أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة الإكثار من ذكر الله تعالى حيث يقول الحق سبحانه ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميل ومنها التقرب إلى الله عز وجل بشعيرة الأضحية لما في ذلك من موافقة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام ورعاية حق الفقراء والمساكين وهي من شعائر الدين العظيمة حيث يقول الحق سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ويقول سبحانه فصل لربك وانحر وعن أنس رضي الله عنه قال ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحاهما بيده وسما وكبر علما بأن شعيرة الأضحية كما تتحقق بالأداء الفعلي في الأماكن المخصصة لذلك فإنها تتحقق بالوكالة من خلال سقوق الأضاحي حيث يعد الصق نوعا من الإنابة في الأضحية مع ما لذلك من فوائد جمة من أهمها الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا بعزة وكرامة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إن من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة الإكثار من الصدقات لا سيما على ذو الأرحام والحاجات حتى تشيع روح الطراحم والتكافل والتسامح والمحبة والفرح والسرور بين أفراد المجتمع حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعة ولا أن أمشي مع آخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ويقول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء ويقول صلوات ربي وسلامه عليه من صره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصر رحمه اللهم تقبل منا صالح أعمالنا واحفظ مصرنا وارفع رايتها في العالمين